السلام عليكم الإمام الحسن البصري رضوان الله عليه وأرضاه تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ربيب أم سلمة زوج سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بل وأرضعته سيدتنا أم سلمة رضوان الله عليه وأرضاه وهبقى أحكي لك إزاي رضعته ستنا أم سلمة رضوان الله عليه وأرضاه لكن الهدية النهاردة الإمام الحسن البصري بينقلنا آيات من القرآن الكريم لها سر عجيب في كشف القروب وفي كشف الهموم وفي كشف الأحزان سر عجيب لكل إنسان سواء كان مديون سواء كان مكروم سواء كان مهموم أي كان نوع الهم الإمام الحسن البصري بيقول إن الآيات دي فيها وعد من الله سبحانه وتعالى بالجبر لكل مكسور والفرج لكل مكروب وزي ما بيقول الإمام الحسن البصري بنص كلامه من لازم كراءة هذه الآيات في الشدائد كلها كشفها الله عنه لأنه قد وعد وحكم فيهن بما جعله لمن قالهن وحكم الله سبحانه وتعالى لا يبطل ووعد الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعلشان ما طولش على حضراتكم بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الحسن البصري بيتعجب من أي إنسان مكروم من أي إنسان مهموم من أي إنسان مغموم من أي إنسان مظلوم من أي إنسان مديون من أي إنسان تثاقلت عليه أي نوع من أنواع الهموم إزاي يسيب الآيات دي تعدي من إيده؟ إزاي ما يهرعش إلى الله سبحانه وتعالى بتلك الآيات؟ يلا ورأة وألم واكتب ورايا الآيات دي الآيات دي وردت في خمس مواضع من مواضع القرآن الكريم أو من صور القرآن الكريم الموضع الأول صورة البقرة من الآية 155 للآية 157 وخلي بالك رقم الآية بيبقى في آخر الآية مش في أول الآية وعلشان كده اسمع معايا ربنا في الآيات دي بيقول إيه؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقُصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ الموضوع الثاني في سورة آل عمران من الآية 173 للآية 174 اللي ربنا بيقول فيها في القرآن الكريم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسى سمسوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم الموضوع الثالث في سورة غافر من الآية 44 للآية 45 اللي ربنا بيقول فيه في القرآن الكريم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب الموضوع الرابع في سورة الأنبياء من الآية 87 للآية 88 واللي ربنا بيقول فيه في القرآن الكريم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجابنا له ونجيناه من الغن وكذلك ننجي المؤمنين الموضوع الخامس والأخير في سورة ألا عمران أيضا من الآية 47 للآية 48 واللي ربنا بيقول فيه وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا افلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين الخمس مواضع دول اوعد سبهم في أي شدة تلم بيك أو أي كرب ينزل بيك في أي وقت من الأوقات لا سيما في دبر الصلوات اهرع إلى الله بهذه الآيات ثم ادعو الله بما شئت فإن الله سبحانه وتعالى سيستجيبه لك وسيكشفه ما نزل بك في عجالة كده هقول لحضراتكم أسماء الصور ومواضع الآيات بأرقامها علشان لو حضراتكم عايزين تاخدوها وما تفرجوش على الفيديو ما عنديش بأس خالص المهم ينتشر الخير خمس مواضع في القرآن الكريم الموضع الأول صورة البقرة من الآية 155 للآية 157 الموضع الثاني في صورة أل عمران من الآية 173 للآية 174 الموضع الثالث برضك في صورة أل عمران من الآية 147 للآية 148 الموضع الرابع في صورة غافر من الآية 44 للآية 45 الموضع الخامس والأخير في صورة الأنبياء من الآية 87 للآية 88 وبفكر حضراتكم أن رقم الآية بيبقى في آخرها مش في أولها صباحكم أمل صباحكم رحمة صباحكم تفاؤل صباحكم موصول بالنبي الرسول وصلي اللهم وسلم وبارك على نبيه البركات وعلى آله وصحبه وسلم